بسم الله الرحمن الرحيم معكم هاني حسين هانيحسين.com ودرس جديد إن شاء الله من دروس سلسلة الطرق الربحية المجربة هاي السلسلة للناس اللي ما بيعرفوها أنا بدأت أضعها في موقعي من تقريبا من فترة طويلة بصراحة أضع فيها دائما وأولا بأول الطرق والاستراتيجيات والأسليب اللي بتخطر في بالي كفكرة ثم أجربها حقيقة وتثبت أنها فعلا تحقق نتائج مالية جيدة جدا واللي ما بتابع هاي السلسلة أو اللي ما شافها أتمنى يرجع ويشوف الفيديوهات السابقة اللي وضعتها اللي كلها فعلا أثبتت إنه ممكن أي شخص يبدأ فيها ويجلب نتيجة حلوة جدا اليوم إن شاء الله حنتكلم عن درس جديد درس مختلف أسلوب أنا بعمله وما زلت أعمله أنا والتيم تبعي وبحقرنا نتائج حتى الآن يحقق نتائج حلوة جدا أسلوب يعتمد على المعلنين أسلوب بيعتمد على المعلنين سواء المعلنين في السوق العربي أو السوق الأزنبي ما فيش أي اختلاف المعلن من جمال المعلن إنه بيزنس سواء أونلاين سواء أوفلاين بيزنس يعرف قيمة ديجيتال ماركتنج يعرف قيمة الإعلان أونلاين وبالتالي إقناعه أسهل من غيره هذا كان اعتمادي بتجربة هاي الطريقة حتى أثبتت إنها فعلا تحقق نتائج وزي ما حكيت لكم ما زلت أقوم بها يوما بعد يوم سواء أنا أو التيم تبعي الشخص اللي معينه لهذا الموضوع هاي الطريقة بكل بساطة بدك تبدأ فيها في مراحل مراحل صغيرة إن شاء الله وراح فرجيكم اليوم إن شاء الله فكرتها ببساطة وكيف لازم تعملها بالشكل الصحيح بحيث إنك إن شاء الله تبدأ فيها وتحاول فعلا تحقق فيها النتيجة هذا الأسلوب أو هاي الطريقة تستلزم تشترط تستوجب إنك تكون عندك خبرة في الديجيتال ماركتينج لأنك هتشتغل مع عملاء هتشتغل مع شركات هتشتغل مع أشخاص بيحبوا يعلنوا أونلاين يعني هم يجربوا الموضوع لو أنت مش هتقدم إفادة لإلهم مش هتعمل أكتر من اللهم بيعملوه ما عندك الحس التسويقي أو التحسين التسويقي اللازم يكون موجود عند أي مسوق هتكون بالنسبة لك مشكلة ومش هتجد رضاء كامل عند العملاء أوكي خلينا نشوف الفكرة ببساطة ونشوف كيف نعملها عمليا الآن الفكرة بكل بساطة إنه إحنا حنجد معلنين في مصادر للترافيك الكبيرة المعروفة اللي الناس كثير بيعلنوا فيها اللي هي يعني عادة ما أدور عليها هي جوجل جوجل سواء بالسيرتش أو بالجدي أن اللي هو الجوجل ديسبلي نتورك الفيسبوك تويتر انستجرام يوتيوب معنى اليوتيوب ممكن تعتبره أنت جوجل بس يعني هو موقع مختلف هاي المواقع الكبيرة بحاول البحث فيها بطرق معينة بحيث إن أجد معلنين معلنين حقيقيين الناس بيدفعوا مال من أجل تسويق عملهم يعني هم مقتنعين وراضين بهذا الموضوع وبعد ذلك أقوم بتحليل أسلوبهم التسويقي بمسك الإعلان بحلله بشوف الصفحة اللاندينج بيج اللي هو عاملها أو الموقع اللي برسل الزوار عليهم بحلل ماذا يريد من الزائر هل يريد إنه يتصلوا فيه تليفون هل يريد إنه يسجلوا فيه فورم هل يريد إنه يضعوا إيميلهم هل يريد إنه يسجلوا في الموقع مجرد تسجيل ماذا يريد هو من إعلانه الآن فيه راح تشوفوا بعض الأخطاء أو بعض الأمور اللي بيعملوها صحاب البزنس غريبة جداً إنه للأسف بيرسلوا الزائر إلى صفحة أو إلى موقع مفيش call to action مفيش يعني مفيش صفحة تقول للزائر ماذا يفعل أنا مش عارف وبتفعل فاضي فهذا النوع من العملاء يعني بيعمل غلط فمن السهل جداً إنك أنت تضبط لوضعه لكن يجب إنك تقنعه يجب إنك تشوف إيش الأسلوب التسويقي الأفضل له علشان لما تروح تعمله أو تعمل الديل معه يكون عندك يعني أفضلية عنه هو بيعمله بعد ما نحل الموقع زي ما حكت لكم منوخد بياناته ومنوخد معلوماته ومنروح عشان نعمل الديل معه نتفق معه الأفضل يكون الاتفاق وجهاً لوجه مش على تليفون ولا عبر الإيميل وجهاً لوجه أوكي الآن عشان الإقناع الإقناع لازم يكون بطريقة تكون فيها no risk أبداً للمعلن أبداً دير بالك تشوف معلن أونلاين تجده ما بيعرفك ما بتعرفه ما عندك شركة ديجزة المعروفة يعني أنت ما فيش عندك إشي مقومات هو بيعرفها عنك إنك تقدر تحكيله أعطيني فلوس تمام؟ المني ما بصير تحكيله أعطيني فلوس هذا خطأ كلياً ورح يلغي الديل كلياً لازم تعمل للعميل يكون في وضع نورسك بدون أي ضرر أو أي يعني أي شيء ممكن يسبب لمشكلة تمام؟ وهذا طبعاً عن طريق التحويلات هذا هو السر وراء إقناع العملاء التحويلات أنت لازم تقنع العميل بأنه حيحاسبك أو حيتم المعاملة كلما صار عنده تحويل كلما صار عنده تحويل لأن هذا التحويل عشان هو العميل مش حيفهمش يعني تحويل اللي هو الشيء المفيد جداً لهذا العميل الآن ممكن العميل ببيع منتج فأنت التحويل بالنسبة لك أنه على كل بيع منتج أنت تأخذ عمولتك هذا التحويل رائع جداً بالنسبة للعميل مفيش رزق مفيش خطورة أبداً إذا أنت أحضرت له شخص دفع له فلوس هيعطيك عمولة هذه الفلوس فبالنسبة للمعلن أوكي مقنع جداً أنا المهم ما أدفعش فلوس طبعاً مش لأنه المعلن ما بده يدفع فلوس بس علشان تقنعه أكتر علشان يكون فيه إقناع علشان يحس أنك أنت بتفهم باللي بتحكي فيه مش مجرد شخص بتأخذ منه فلوسه خلاص فحتى لو الشخص بيعمل بجت بملايين الدولارات بالشهر أنت لا تقول له أعطيني فلوس بل أعطيك تحويلات ثم تعطيني فلوس تمام في أشخاص كثير من أو أصحاب بزنس كثير ما بيعرفوا إيش التحويل مناسب لإلهم هذه هي مهمتك أنك تحلل وتعرف الصح بالنسبة إلهم تمام هذه هي خطتنا بكل بساطة سهلة جداً ودرس اليوم رح يكون بسيط بس إذا فعلاً بتطبقه الشكل صحيح وإذا معك تيم أو عندك شركة ديجيل ماركتينج أو شركة تسويق بشكل عادي رائع جداً تستخدم هاي الطريقة حاملكم مثال صغير على البحث مثلاً في الفيسبوك أنا دخلت على الفيسبوك كتبت كورس إنجليزي مثلاً لو أنا بدي أسوق لشركة فيها كورس إنجليزي كل بساطة الآن طلع لي هذا الإعلام هذا الإعلام لشركة أنا عمداً ما حطت اسمها معلش عشان ما بدي حدا يفوت عليها أوكي فالشركة هاي بتعلن لمنحة للغة الإنجليزية في القاهرة رقم التليفون واضح جداً الإش الجميل في هاي الشركة إنه عارفين إيش يعني تحويل وحطين الشخص اللي بيضغط على الإعلان يروح على جوجل فورم نموذج في جوجل بيشرح له بالضبط إيش الإعلان تبع الكورس وإيش هيوخده كم التكلفة وكل هاي الأمور واللي بده إياه يعني التحويل بالنسبة لهذه الشركة هو الاسم رقم الهاتف الفرع المناسب فرع الهرم أو فرع مدينة نصر هذا هو التحويل طبعاً هنا مش إجباري تعرفوا الجوجل فورم اللي عليه الفورم تبع جوجل اللي عليه إشارة ستار هو الإجباري والباقي لا فهذا ما يريده هذا الشخص ويعمل صمت فالإيش الجميل بهذا البزنس إنه هو عارف التحويل تبعه فإقناعه حيكون أسهل كيف إقناعه حيكون أسهل كل بساطة حنحكي معه نأخذ رقم التليفونات نشوف وين الفرع نروح عليه أنت حدا من التيم تبعك أو حدا من أصدقائك أو حدا من اللي شغالين معاك وتحاولوا تقنعوه بالتحويل احكولوا إحنا شفنا إعلانك أنت فايت على جوجل فورم هذا غلط لازم تعمل لاندينج بيج أحسن جوجل فورم مهما تكون رائعة وسريعة بس مش هتجيب لك نتيجة مثل لما تعمل لاندينج بيج وتعمل أكتر من نسخة وتعمل تستينج لازم تكون تعرف هالأمور حتى تقنعوا أكتر وحتى تجيب له نتيجة إحنا ما بدنا نأخذ فلوس إحنا بدنا نجيب له نتيجة لأنه إحنا حنحاسب التحويلات أوكي لأنه هو بما أنه يعرف أنه التحويلات أو رقم التليفون والاسم مهمين جدا إذن انت حكي له أنا بحاسبك على كل اسم رقم تليفون شوف كيف معه لها سهل جدا يعني نسبة نسبة 90% أنه يوافق ليش؟ لأنه هو مش هيدفع من جيبته إشي إلا لما أنت تجيب له تحويل تخيل معي لو قلت له أنا ممكن أجيب لك 100 رقم تليفون واسم في اليوم وكلهم مهتمين لأنهم اللي حطوا أرقامهم يعني كلهم دخلوا على الصفحة وقرأوا وحطوا الاسم ورقم التليفون يعني هم مهتمين تخيل لو أجيب لك 100 شخص من هدول هل سيفيدك ذلك بعملك؟ راح يلك طبعا ليش طبعا؟ لأنه هو بيعمل هيك أصلا يعني هو أصلا بيعمل هيك هذا إعلانه هذا هو الإعلان تبعه بيعمل هيك إذن هو يعرف ماذا يريد بالتحويلات وهذا هو أسهل العميل ممكن تجيبه الآن بما أنه هو بيعرف معنى أنه يكون عنده اسم ورقم تليفون مهتمين بإعلانه إذن حيدفع لك مبلغ جيد على كل اسم ورقم تليفون أنت الآن طبعا من أنك مسوق هتعرف بالضبط كم التكلفة وتحاول تقللها قدر الإمكان بحيث أنك أنت تربح جيد أيضا مئة رقم تليفون وإسم لو كل رقم تليفون أنت حسبته عليه مثلا بثلاثة دولار أوكي وثلاثة دولار قليل لأنه هو الكورس تبعه بستمئة وخمسين جنيه يعني ما يعادل ستة دولار تقريبا تقريبا ستة دولار فأنت لما تأخذ ثلاثة أو اثنين دولار جيد جدا والمسوقين أنتو اللي بسمعوني بيعرف أن ممكن يحضر تحويل بأقل من اثنين دولار التحويل الواحد بأقل من اثنين دولار لو عمل تيستنج جيد ولو عمل لاندك بيج برضو جيدة شايفين الفكرة؟ بس فلو أحضرت مئة اسم ومئة رقم تليفون أنت حتربح يوميا ميتين دولار يوميا ميتين دولار ناقص تكلفة الإعلان اللي حتعملها شايفين الفكرة؟ العميل مبسوط جدا لأنه المئة رقم تليفون إلا يعمل منهم إلا يعمل منهم تحويلات يعني كلهم مهتمين إلا يعمل تحويلات بالنسبة له ميتين واحد مهتمين هم اللي وضعوا اسمهم وإيميلهم عبر إعلانك أنت بالتأكيد هيعملوا تحويلات بالنسبة له ففي النهاية هو دفع لك ميتين دولار باليوم بس حصل على مش عارف عشرين تحويل لنقل عشر تحويلات عشر تحويلات أنت بتحكي يعني ستمية وخمسين في عشرة ستة الاف وخمسمية جنيه تقريبا خمسمائة دولار وعطاك ميتين وهو ربح تلات مية شايفين؟ الكل مبسوط والكل رابح وتمام وماشاء الله الآن هو لو أنت حكيت له في البداية تسمع أنا ممكن أعمل لك إعلان أعطيني ألف دولار وأنا بعمل لك إعلان مستحيل يقبل بينما بفكرة التحويلات أنا حكيت لك نسبة تسعين بالمية منهم بيقبلوا لأنه ما فيش خطورة عليه أبدا ما فيش خطورة أنت جب لي جب لي التحويل وأنا بعطيك فلوس رائع جدا طيب لو هذا الشخص مش عامل هاي الصفحة مش عامل الصفحات إعلانه بس أنت بدك تفكر بشكل تسويقي وتشوف إيش أحسن طريقة بالنسبة له تعال يا سيدي أنت أنا شايف أنك أنت لو أخذت رقم تليفونهم هتقدر تحكي معاهم وتقنعهم وهم أصلا مهتمين فش رايك نعمل لك فورم ونضبطه ونعمل لان نيكبيج والناس يسجلوا فيها وأنا أجيب لك تليفونات وتحاسبني عاكل تليفون شايفين أنت عملت له سيستم بالعكس هيك أنت بهاي الحركة أنت كبرت أكتر بنظره يعني هو أعجب فيك أكتر لأنك تعطيته سيستم بينما في المرة الأولى هو أصلا عنده سيستم ومقتنع أنت بس بتحكيله أنك أنت عندك الإمكانية أنه تجلب له نتائج أفضل من النتائج اللي هو بطلعها شايفين الفرق فدائما شوف العميل إيش هو لم يحتاجه وأعطيه بطريقتك الصح الطريقة اللي طبعا ما فيها نصب يعني أنت بتكتحكي بشكل صح أنت فعلا بتجلب له نتيجة أحسن هذا المهم المهم أنه آخر الحملة الإعلانية آخر الاتفاق بينك وبينه أنه فعلا تجلب له نتيجة رائعة بحيث الشهر اللي بعدي يضلوا معك في معاي عملاء بجزء لهم معي مثلا يعني سنتين مثلا سنتين شهريا كل شهر نعم معهم شغل لمدة سنتين بعدنا بعدهم معانا ليش مستحيل لأنه بيخسر لأنه بيربح لأنه بيربح ولما أحكي له أنا بدي أسافر فما نعمل بوز بيعمل لي مشاكل بيعمل لي مشاكل و وفعلا بتصير مشكلة يعني عندي بالشركة إنه العميل بدي أنا نشتغل وأنا بوز خلص الصب خلص أنا أنا بدي أخد إجازة ومسافر أو أو مش عارف أشتغل فتكون مشكلة ومع ذلك لما أرجع حيكمل معاي طبعا طبعا لأن أنا بعطيه فلوس أنا اللي بعطيه فلوس ماشي ممكنك تشوف حدا غيري ويشوف نتيجة أوكي بس هو مرتاح معاي ويشتغل معاي ليش يجرب غيري فهمين الفكرة فأهم إش أنت لما تشوف عميل ركز معه ركز معه وحتشوف إنه حيضلوا معاك بإذن الله طيب زي ما شفنا في فيسبوك بنفوت جوجل وبنكتب ومنشوف الإعلانات الموجودة بندخل مواقع بنشوف إعلانات الموجودة في جوجل إعلانات أدسنس اللي بتكون في المواقع وندغط على اللينكات ونشوف البزنسز هاي إيش بتسوي يعني إيش الشغل تبعها طب هل ممكن أنا أفيدها أوكي منروح على اليوتيوب افتح اليوتيوب افتح فيديوهات شوف الإعلانات الموجودة اعمل الكليك عليها شوف هذا هذا البزنس إيش بده على ماذا يريد أو ماذا يريد الزائر إنه يعمل وخد هذا التحويل اللي هو بده إياه وإنت سوقله عليه شايفين العملية بسيطة جدا وطريقة حلوة جدا بشكل كبير لو عندك تيم عين اتنين بس يقوموا بهذه العملية يجبوه لك كل يوم عشرين تلاتين يا سيدي حتى لو أقل مش مشكلة رقم تلاتين بزنس فعلا يعلن ومقتنع بدجتال ماركتينج وتواصلوا معهم ما تقنعني إنه كل يوم لو جبت عشرين يعني في الشهر ستمائة بزنس ستمائة وما تجيبش منهم اتنين تلات ما تقنعنيش مستحيل مستحيل فلو جبت كل شهر اتنين تلات لمدة عشر شهور انت عندك تلاتين بزنس تلاتين بزنس دول دايما شغلين معك لأنك انت بتجيب لهم نتيجة الأهم إنك تشتغل مع ناس انت عارف إنه حتجي لهم نتيجة كتير من الناس يعني بلقيهم بهذه الطريقة بس أنا بفلترهم لأ ليش لأ لأنني أنا عارف إنه أنا مش حعرف أشتغل مع هذا البزنس كثير جدا في بزنس يعني آخر بزنس كان اللي هو يعني كان شركة نقل عفش شركة في مصر موجودة نقل عفش يعني خدمتها إنها بتنقل عفش وبتركبوا من مكان إلى مكان هاي هي الشركة الآن يعني بعد ما شفتهم وحللناهم وكذا أنا حطتهم بالبلاكليست لأنه أنا مش عارف أشتغل معهم بصراحة مش عارف أشتغل معهم ولو استغلت معهم مش عارف أجبلهم نتيجة كويسة وبالتالي حراح خسرهم فلا أركز مع غيره اللي بيضل معاي موجود هذا هو الشغل الصح تبعنا تمام فموضوع سهل معلش ما يعني كان الفيديو قصير بس أتمنى أنه مفيد جدا بالنسبة لكم دوروا على شركات بس قبل ما تدوروا على الشركات تكونوا أنتم متمكنين من هذا الموضوع وفعلا حتجبوا لهم نتيجة والأسواق كثيرة جدا والشركات اللي موجودة في البلدك كثيرة واللي موجودة في بلاد أخرى كثيرة الشركات الأجنبية أكتر وأكتر وفلوسها أكتر وأحلى فحاول تتنوع وتشوف مش ضروري أنا فرجيتك كورس إنجليزي إنك تروح الآن الآن تروح وتكتب كورس إنجليزي وتدور عليه انسى انسى موضوع التقليد خلص دور على أي بزنس أنت شايف أنه في المستهدفين تبعينه أونلاين واتفق معاه على التحويل شوف تحويله هل بده الناس تتصل عليه أوكي اجلب رقم رقم من البريد 19 مش عارف كم في مصر في الأردن 00900 اجلب هذا الرقم هذا الرقم بيعمل لك تحويل بتعرف بالضبط إنه لاتصل عليه مثلاً 100 شو واحد في اليوم فهمين علي؟ كل إشي أي تحويل بده يا الشخص أنت ممكن تجد حل بالنسبة له بحيث إنك تعرف تتبعه وتعمله تراكينج فحاولت دوره على بزنس وتشوفه هاي الطريقة إن شاء الله حلوة آسف جداً لقصر الفيديو وإذا ما شفتوا فيه معلومات كتير بس أتمنى إنكم فهمين إنه هاي السلسلة هي للأمور اللي أنا بجربها وبشوف إنها بتجيب معي نتيجة وإن شاء الله يا رب تكون مفيدة لإلكم شكراً لكم وانتظروني بحلقة أخرى شكراً لكم